مع تراجع تطعيم الأطفال ضد مرض الحزب الذي قد يؤدي للوفاة زادت التحذيرات العالمية من الخوف من انتشار المرض بنسبة كبيرة ما يعرض عشرة الملايين من الأطفال للخطر وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف على مدار ثلاث سنوات من انخفاض معدلات التطعيم وزيادة المخاطر على صحة الأطفال في جميع أنحاء العالم وعز المدير العام لمنظمات الصحة العالمية سبب تراجع التطعيمات لانتشار جائحة كوفيد-19 محذرا من خطورة انتشار الحزبة وبحسب التقرير المشترك الصادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكفحة الأمراض والوقاية منها فإنه في العام 2021 فوت نحو 40 مليون طفل جرعة من اللقاح المضاد للحزبة ومن هنا انخفض معدل التغطية العالمية للتطعيم ضد الحزبة في جرعته الأولى إلى أدنى مستوى له منذ العام 2008 ومن بين البلدان التي لديها أكبر عدد من الأطفال غير المحصنين ضد الحزبة نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو ديمقراطية وإثيوبيا وإندونيسيا وافقا للتقرير فإن التقدرات تشير إلى أن عدد المصابين بالحزبة في 2021 بلغ 9 ملايين شخص توفي منهم 128 ألفا والعام الماضي تفشت الإصابات بالحزبة في 22 دولة غالبياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الإصابة بالحزبة المبلغ عنها زادت بنحو 80% في الشهرين الأولين من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتسبب الحزبة حمى شديدة وطفحا جلديا وتكون معدية خلال فترة أربعة أيام قبل ظهور الأعراض وبعده وعلى الرغم من أن أعراض هذا المرض حميدة في أغلب الأحيان إلا أنها يمكن أن تكون خطيرة في أحيان أخرى إذ قد تؤدي إلى مضاعفات في الجهازين التنفسي والعصبي خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في حالتهم الصحية